اهلا بكم احبابي وطلابي طلاب الصف الثاني السنوي وان شاء الله شباب النهاردة هنحل النموذج الاخير في مادة الفلسفة والمنطق من نماذج كتاب الامتحان بس قبل مبدأ الفيديو لازم ان حضرك تعمل مشاركة وتعمل لايك وتنزل تحت تفعل زر الجرس واهم حاجة تغبط اللايك المتين اللايك الجاهد بتاعك وعلى بركة الله نبدأ حل اخذ نموذج في الفلسفة والمنطق هنا شباب السؤال بيقول العلم الذي يهتم بدراسة ما يتصل بتدرج السلطة داخل الجماعات يشير ذلك الى مفهوم علم السياسة ولا الفلسفة السياسية ولا العقد الاجتماعي ولا الدولة المثالية خد خمس دا كده فكر واحد اتنين ترية تربعة خمس حاجة العلم الذي يهتم بدراسة ما يتصل بتدرج السلطة داخل الجمعات هو علم يا شباب هو علم السياسة خلاص يا شباب السؤال اللي بعد كده بيقول لي قوة داخلية دافعة تهزب اخلاق الفرض تشير هذه العبارة الى الضمير من حيثه النقد ولا المفهوم ولا الوظيفة ولا الوظيفة الامرة النهية قوة داخلها دافعت وهزب اخلاق الفرض تشير هذه المقولة الى المفهوم السؤال اللي بعد كده هيئة تعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة للافراد كالاقتصادية والامنية يشير هذا المفهوم الى الدولة ولا عقد الاجتماعي ولا الحكومة ولا المدينة هيئة تعمل على تلبية الاحتياجات تبقى الحكومة المفترض يعني الحكوم السؤال اللي بعد كده رفض رد خيرية الفعل الى سلطة خارجية او رفض رد خيرية الفعل الى سلطة خارجية سواء تمثلت في الاليها او اعراف المجتمع تجسد هذه العبارة فلسفة الاخلاق عند كونت ولا باطلر ولا بنتام ولا قانت رفض رد خيرية الفعل الى سلطة خارجية من العمل الكلام ده هو قانت عمل ويل قانت السؤال اللي بعد كده حالة الطبيعة يحكمها قانون الطبيعة وهو ان لا يضر احد الاخر في حياتي تمثل هذه العبارة الفلسفة السياسية عند لوك ولا سوكراط ولا رستو ولا افلاطون حالة الطبيعة يحكمها قانون الطبيعة يبقى القانون الطبيعة طبعا مرتبط بلوك من اللي بالصابحة كده مع بعضينا بقولي يا باشا لقد وضعت الطبيعة البشر تحت حكم اثنين من الاسياد هم المعاناة والفرح ويليهما وحدهما يرجع القرار في ما يجب ان تفعله تشير هذه العبارة الى المذهب الاخلاقي عند سوكراط ولا بنتام ولا كونت ولا باطلر لقد وضعت الطبيعة البشر تحت حكم اثنين من الاسياد هم المعاناة والفرح بنتام السؤال البعد يرجالة نحن احرار باختيار اعمالنا لكننا لسنا كذلك بما يتعلق بالتداعياتmania تشير المقولة ل الفرسافة السياسية عند فلاطون سوكراط رصو الفر الحران نحن احرار باختيار اعمالنا لكننا لسنا كذلك بما يتعلق بالتداعيات ابعالينا رصو رفض موظف رشوة قدمت له خفة من العقاب القانوني تشير هذه العبارة الى الصفستائي والعقلي والنفعي والوضعي بسبب القانون الوضعي خائف من العقاب الوضعي تمام شوف بقى السؤال البعض يا شباب صلى على النبي الشباب والعليه في الصلاة والسلام اللي ما خبطش اللايك قوة الشعب تفوق قوة الاشخاص الذين في السلطة يعبر ذلك عن الحكم الديمقراطي في العصر الحالي الوسيط اليوناني القديم قوة الشعب تفوق قوة الاشخاص الذين في السلطة يعبر ذلك عن الحكم الديمقراطي في العصر الحالي له غير المباشر طيب السؤال بعد كده يقول إلي أبو ماضي نسيانك صعب أكيد لا لا نسيانك نسيانك الجاني المسيق فضيلة وخمود نار نار جد في إشعالها تتطفق المقولة مع المذب الأخلاقي عنده الوضعي ولا النفعي ولا العقلي ولا الضمير ها نسيانك الجاني المسيق فضيلة المذب العقلي لابد على الحاكم أن يعمل على التساوى بين الأفراد تنتمي هذه العبارة إلى مبادئ الفلاسفة السياسية اليونانية ولا الإسلامية ولا الغربية ولا الحديث خد خمس سنين كده فكر لابد على الحاكم أن يعمل على التساوى بين الأفراد هنا الإسلام دعا إلى المساواة الإسلام دعا إلى المساواة نريد كده الصفحة مع بعطينا لا إله إلا الله صلى الله عنه شباب هنا بيقول السؤال المال يسطر رزيلة الأغنياء والفقر يوطي فضيلة الفقراء تشير المقولة إلى المذب الأفلاقي عنده أفلاطون والباطلر والاقانت والاقانت أفلاطون بمقتدر الدستور هي حكومة الغوغاء ولا الطغيان ولا القلة الغنية ولا الديمقراطية طبعا حكومة الديمقراطية يقع على الطالب المتوسط أو الضعيف حين يحصل على درجات متدنية أو حين يرصب تشير هذه العبارة إلى مورطة الاحتكام إلى الشفقة ولا الاحتكام إلى الجماهير ولا الممثلة الكاذبة ولا رجل القشة ولا الاحتكام إلى الشفقة السؤال اللي بعد كده أنا أقرب لكم السؤال عشان نشاه Fel السؤال يا شباب يقول أما أن أستمع للنشر الإغبارية أو أتناور الفشار أما وقو يا شباب أما وأو ده فصل أما وأو من غير ما أكمل السؤال ده فصل ويريت يا شباب ترجعوا ليفيديوهات الشرع ؟ لتعلمي الحاجات دي مشروحة بالتفصيل بمنتهى الاحترافية مع الأسطور اللي هو أنا هنا أما أن أستمع للنشر الإغبارية او أتناول الفشار أتناول الفشار اذا لما استمع لنشر الاغبارية يشير هذا المسائل لما قالت الاثبات التالي ولا انقار المقدم ولا الفصل طبعا الاجابة هتكون الفصل السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لي الكثير اكتازة اختبارات مش هنكمل بص شباب طالما قال لك الكثير قال لك كل قال لك جميع يبقى هنا دي اسمها حجة استنباطية لان الحجة الاستنباطية بتنتقل من العام الى الخاص من العام الى الخاص حتى يا شباب نيرى المسائل كده انا براهن لكم على الكلام دوت الكثير اكتازة اختبارات اللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية فيروز اكتازة اختبارات اللياقة البدنية النتيجة بتقول لي من ثم فيروز التحقت بكلية التربية الرياضية بشير هذا المسائل الى حجة استنباطية زي بقيت لكم حجة استنباطية ولا حجة استقرائية ولا خضية ولا تعميم هنا لك الكثير وهنا حجة استنباطية وياريت ترجعوا لفيديوهات الشرح يا شباب هتستمتع بيها بازن السؤال البعض كده يقول لك عند مناقشة احدى اصدقائك عن اداء اللاعبين بمماراة كرة القدم هاجم صديقك حكم المباراة هاجم يبقى هنا جرح هنا جرح ماشي من غير ما نكمل السؤال كده انا جوبت عليه جرح ده اسمها مغلطة التجريح الشخص خلاص نقر السؤال تاني عشان تتأكد حضرتك يا بقف عند مناقشة احدى اصدقائك عن اداء اللاعبين بمماراة كرة القدم هاجم صديقك حكم المباراة وقال انها اخطأ اكثر من مرة ولا يجب ان يشارك في المباراة مرة اخرى فقد تعرض من قبل لاكثر من قضية للتهريب الضريبي يعبر ذلك الموقف عن الوقوع في مغلطة الاحتكامل الشفقة ولا الاحتكامل الجماهير ولا المماثلة الكاذبة ولا التجريح الشخصي اهي التجريح الشخصي ان هو جرح فيه وشاته مسبوك كلام الحلو ده نقر بالصفحة كده مع بعض شينه نقر بالصفحة يا هاريدي يا حبيبي يا رسول الله السؤال هنا يا شباب يقولك كل الجماهير اه تستمع تستمتع بمشاهدة مباراة كرة القدم دي مقدمة المقدمة اللي بعدها كل الاصدقاء الجماهير ماشي النتيجة كل الاصدقاء تستمع بمشاهدة مباراة كرة القدم هذا القياس صحيح لانه المقدمة الكبرى كلية والصغرى موجبة ولا المقدمة الصغرى سالبة ولا المقدمة الكبرى جزئية ولا المقدمة الكبرى سالبة طبعا القياس ده صحيح لان المقدمة الكبرى كلية والصغرى موجبة وبدعوا الجميع شباب ان انتم تتفرجوا على شرح درس القياس اللي انا شرحته السؤال اللي بعدك يا شباب بيقولك كافة البلاد التي تفتكر وجود الانهار وقت اطلع على البحار تقوم بعمل مشروعات لتحلية مياه البحر زي ما مصر كده هتعمل بسبب سد النهضة اللي هيفشخ المواصرين كلهم هز مش عاقبه ليه يشري المثال الى استدلال ولا حجة صنباطية طب انا مش اقرأ الكلام ده هنا بقولك كافة كافة يعني كل يعني تعميم كلي يبقى هنا نكمل السؤال استدلال ولا حجة صنباطية ولا تعميم كل ولا تعميم محصائي ده اسمه شباب تعميم كلي لانه بدأ بكلمة كافة بدأ بكلمة كافة طيب ارغب لكم السؤال كده عشان تشوفوه اوضح لكم الاسئلة السؤال اللي بعد كده بيقول لي بيقول ايه السؤال يا شباب اذا ذهبت يوما الى المدرسة لن يتم فصلي لم اذهب يوما الى المدرسة اذا سوف يتم فصلي بص شباب في حاجة اسمها انكار المقدم واثبات التالي طبعا احنا عارفين ان هنا هنا اذا ذهبت يوما الى المدرسة دي بسميها ايه بسميها مقدم وهنا لن يتم فصلي بسميها تالي بسميها يا شباب ايه تالي تمام لم اذهب يوما الى المدرسة لم يعني انا بن في بن في المقدم ده اذا ذهبت الى المدرسة هنا لم اذهب الى المدرسة ده اسمه انكار المقدم هنا هذا المثال يشير الى مغالطة لغوية ولا انكار المقدم ولا الفصل ولا اثبات التالي لا يشير الى انكار الايه المقدم السؤال البعد كده بيقول لي اقنعت الام ابنتها بعد موضع مصاحيك التجميل ويا ريتي حاجة بالله عليك اش احنا بنشوف حيوانات الشارع اقنعت الام ابنتها بعد موضع مصاحيك التجميل لانها تتمتع بوجي جميل ولا تحتاج فرفضت الام وقالت وما المانع اذا كانت خلتي تضع مصاحيك التجميل هنا بتماثل تسمى مماثلة يا شباب دي اسمها ايه مماثلة من غير ما نشوف الاختيارات دي اسمها مماثلة من غير ما نشوف الايه الاختبارات طب نرى المثال من ثاني اقنعت الام ابنتها بعد موضع مصاحيك التجميل لانها تتمتع بوجي جميل مزعيا ولا تحتاج فرفضت الام وقالت وما المانع اذا كانت خلتي تضع مصاحيك التجميل ولا احد يعتارد على ذلك وعبر الموقف عن مغالطة الاحتكامل الشفقة ولا التجريح الشخصي ولا الاحتكامل الجمهير ولا المماثلة المماثلة زي ما قلت لكم الشباب طيب تمام نقلي بالصفحة كده مع بعض الشينا السؤال هنا بيقول اذا استمرت درجة الحرارة في الاجتفاع سأسافر الى شرم الشيخ إرتفع الدرجة الحرارة اذا استصلح الى شرم الشيخ هنا يشير هذا المثال الى حج استنباطية وله حج استقرائية ولا قضية ولا مغالطة طيب معليش engagingler المثال التانى اا اذا استمرت درجة الحرارة في الاجتفاع سأسافر الى شرم الشيخ ارتفع الدرجة الحرارة اذا سأسافر الى شرم الشيخ دي حجة استنبطية حجة يا شباب استنبطية لأن المقدمات بتساوي النتيجة أعرفها زي حجة استنبطية الحجة الاستنبطية بتنتقل من العام إلى الخاص أو المقدمات بتساوي النتيجة السؤال البعض اعترضت أم علي على تناول ابنها لبعض أنواع الحلويات المجبولة الصنع فكان رد الابن ان كل اصدقاء يتناولون هذه الحلوة وكل الامهات لا تعترض على تناول هذه الحلوة يضل موقف الطفل على مغلطة الاحتكام الى الشفقة ولا الاحتكام الى الجماهير ولا التجريح الشخصي ولا رجل القش طب اعترضت ام علي على تناول ابنها لبعض انوال حلويات المجهولة الصنع فكان رد الابن ان كل اصدقاءه اهنا الاجابة في الحد ان كل اصدقاء يتناولون هذه الحلوة كل اصدقاء يعني هو احتكم الى الاصدقاء يعني احتكم الى الجماهير يبقى هنا الاجابة هتكون الاحتكام الى الجماهير ماذا شباب السؤال اللي بعد كده اورهه لكم السؤال اللي هنا بيقول يا شباب اذا اقبل الشباب على ممارسة الرياضة ثاني ان تج press release السؤالة هناك قد تمتعه بصحة جيدة اذا اقبل الشباب على ممارسة الرياضة هنا هنا يمس welcome اذا اقبل الشباب على ممارسة الرياضة هذا يبقى ان تجاهلات gitti Academic هذه اسميه اثبات التالي من غير مشروبة الاجابات والاختيارات الاغوية احشين هذه المثال الى fats لغاوية السؤال اللي بعد كده سهل وتافي طالما في بصه خمسين في الماء من غير ما ارى السؤال هوا ده اسمه تعميم احصائي طب نقرأ السؤال لم يشارك في الندوة الا خمسين في الماء من طلاب المدرسة يشير المثال الى استدلال الاستدلال ولا حجة سنباطية ولا تعميم احصائي ولا تعميم كل ده اسمه يا شباب تعميم احصائي بطلب الناس كلها يا شباب انها تخش على قوامة تشغيلها هتلاقي جميع الفيديوهات بتاعت الشرح بتاعتي هتستمتعوا بها جامد جدا جدا وما تنسوش تشترك وتعملوا بعض السؤال اللي بعد كده الشباب يقول لي عندما يقوم كاتب بارد كتابه الخاص به في ندوة ثم يصرخ احدى الحاضرين ويقول له انت متعصب لوضع في الطبقي لا يمكن الاخذ بقبلك اشير هذا الموقف الى مغالطة ها اشير هذا الموقف الى مغالطة ايا شباب انت متعصب يشير هذا الوضع الى مغالطة الحجة الشخصية ولا الممثلة الكاذبة ولا الاحتكام الى الشفقة ولا الاحتكام الى الجميع على الفكرة احنا جاوبنا على السؤال دوت فيه سؤال شباب بالضبط جاوبنا عليه لما واحد بقول لك انت متعصب لوضعك في الطبقي لا يمكن الاخذ بقولك يعني انت بيجتمك بيهينك نسمع يا شباب حجة 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 شخصية نسمع يا شباب حجة شخصية وكده يا شباب نكون انتهينا من حل نمازج الامتحانات كلها خلوا لهم الخمس نمازج في مادة الفسافة والمنطق في اخر الفيديو بطلب منكم يا شباب تستنوني بقى هنزل لكم بقى شرح علم النفس وعلم الاجتماع كامل وفي نهاية الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتعمل مشاركة لكل فيديوهاتي انا معكم تامر التوني من منزلي السلام عليكم